بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في الشريحة الرابعة طرق عزل الجزور معادلة فلتطبيق الطرق التقريبية في إيجاد جزور للمعادلة واحد نحتاج إلى قيمة ابتدائية ننطلق منها لحساب قيمة أقرب للقيمة التامة للجزر ويتم تعيين هذه القيمة التقريبية على مرحلتين الأولى بعزل الجزور أي تعيين أصغر فترة ممكنة ألفا بيتا تحوي على جزر واحد فقط للمعادلة واحد ثم نقوم بعملية تحسين قيم الجزور التقريبية أي أن نجعل هذه الجزور تحقق الدقة المطلوبة الآن سنأتي إلى شرح كيفية عزل الجزور فكيف تتم عزل الجزور؟ يمكن عزل الجزور معادلة بطريقتين إما الطريقة البيانية وإما الطريقة التحليلية الطريقة البيانية إذا كان عندي المعادلة fx تساوي إلى الصفر حيث f دالة متصلة على فترة ما مغلقة ومحدودة a b فإذا رسمنا هذه الخط البياني لهذه الدالة فإن نقط التقاطع منحني هذه الدالة مع المحور o x يمثل نقطة التقاطع هي عبارة عن جزر أو القيمة التقريبية للجزر التام للمعادلة fx يساوي إلى الصفر هذا إذا كانت الدالة بسيطة وخط البياني يمكن أن يرتسم ببساطة لكن إذا كانت الدالة أكثر تعقيدا أو معقدة فنقوم باستبدال للمعادلة fx يساوي إلى الصفر بمعادلة مكافئة لها عبارة عن jx يساوي إلى phi x ونقوم برسم الدالتين j وال phi عسى أن يكون رسمهما أسهل من رسم الدالة fx الآن إن نقطة التقاطع منحني هذين الدالتين هو عبارة عن جزر للمعادلة fx يساوي إلى الصفر إن الطريقة البيانية تكون صحيحة إذا لم تكن للمعادلة fx جزورا قريبة من بعضها البعض وعندها يمكن فصل الجزور هذه المعادلة بكل بساطة لنأخذ المثال التالي فمثال أوجد بالطريقة البيانية جزور المعادلة fx يساوي x تكعيب زائد x نائس واحد لنرسم منحني الدالة fx لو جينا ورسمنا منحني الدالة هذه لو وجدنا أن الخط طبعا ما دام الدالة تكعيبية فسيكون خطها البياني من هذا الشكل عند إذن إذا كانت هذه هي الواحد وهذا هو النصف عند إذن واضح أن نقطة التقاطع المنحني مع محور الفواصل هي هذه النقطة أي أن الزيتة هذه التي مرشحة لأن تكون جزرا للمعادلة تقع في الفترة بين النصف والواحد طبعا هذا رسم تقريبي للمعادلة ولكن استطعت أن أعزل جزرا لهذه المعادلة واستنتج أنه يوجد جزرا لهذه المعادلة داخل هذه الفترة طبعا يمكن أن أضيق الفترة أكثر إذا أرادت فبكل بساطة يمكن أن أعطي لي الـ x وأحسب القيمة الـ y فإذا أخذنا للـ x نصف ثم 0.6 ثم 0.7 ثم 0.8 ثم 0.9 ثم 0.10 أي أنها 1.0 وحسبنا قيمة الـ y يعني عوضنا في هذه المعادلة لكل x بنصف فحصلنا على سالب 0.375 في القيمة 0.6 حصلنا على سالب 0.184 في 0.7 حصلنا على 0.043 في 0.8 0.312 في 0.9 0.629 و29 في الـ 1 إذن نحن نعلم سابقا أنه إذا غيرت الدالة إشارة من الموجب إلى السالب فإن الفترة تحوي على جزر ولو نظرنا إلى هذه الفترة نرى أنه بين 0.6 والـ 0.7 قيمة الدالة تتغير من السالب إلى الموجب إذن داخل هذه الفترة يحتحوي على الجزر الزتة المطلوب إذا هو بالتالي فنحسب قيم الدالة المقابلة له ومنه نحصل على مجال أضيق واللي هو عبارة عن 0.6 و0.0 ويحوي على هذا الجزر هذا إذا أخذنا ورسمنا المنحني الدالة الآن لو أردنا أن نستعرض طريقة أن نكتب الدالة على شكل دالتين بالشكل المكافئ فيمكن كتابة الدالة بالشكل التالي إكس يساوي واحد على واحد زائد إكس تربيع الآن إذا رسمنا منحني الدالة سميت هذه جي وهذه الفاي إذا رسمنا منحني الدالة جي طبعا الجي هو عبارة عن مستقيم المنصف للربع الأول والثالث وأما الفاي فهو عبارة عن هذه الدالة إنه عبارة عن من هذا الشكل خطة البياني واضح أن نقطة التقاطع الدالتين هي هذه النقطة هي عبارة عن مرشحة لأن تكون جزر لهذه المعادلة وهو تقع بين النصف والواحد هذه إحدى الطرق للتأكد من أنه يمكن أكتبها وأحصل على إذا رسمنا التابعين وعند إذا نحصل على نقطة تقع بين الصفر والواحد وتصلح لأن تكون جزر للمعادلة طبعا يمكن أن أفصل المعادلة بصورة أخرى وأن أكتب المعادلة اللي عندي هذه بالشكل التالي يمكن أن أكتبها إكس تكعيب يساوي إلى واحد نائس إكس وأرسم إذا سميت هذه الجي وهذه هي الفاي الآن الإكس تكعيب دالة شهيرة وخطة البياني من هذا الشكل هذه هي الإكس تكعيب اللي هي عبارة عن جي والفاي هي واحد نائس إكس الآن هي عبارة عن معادلة مستقيم من هذا الشكل هذا هو الفاي وبالتالي نقطة التقاطع المنحنية هي هذه النقطة اللي هي تزدتها تصلح لأن تكون جزرا للمعادلة أو جزر ابتدائي للمعادلة وواضح أنها تقع بين النصف والواحد إذن هناك طريقة هي الطريقة البيانية تستخدم إذا كانت الجزور للمعادلة لا تحوي على جزور قريبة من بعض البعض على سبيل المثال في كسيرات الحدود في مثل هذه الحالة لو رسمنا الخط البياني إذا كانت المعادلة سهل يمكن أن أرسم الخط البياني بسهولة وأرى نقطة التقاطع مع المحور في واصل وإلا يمكن أن أستخدم الطريقة الثانية وذلك بأن أكتب المعادلة بالشكل المكافئ جي إكس يساوي إلى فاي إكس وأقوم أن أرسم الدالة جي وأرسم الفاي نقطة التقاطع الدالتين هو عبارة عن نقطة مرشحة لأن تكون جزراً للمعادلة طبعاً هنا عزلت الجزر الآن أقوم بالعملية الثانية وهي تحسين الجزر هذا ما سنأخذه في المستقبل طبعاً ممكن أكتب المعادلة بالشكل جي يساوي إلى فاي بعدة طرق هذه طريقة هنا كتبت بطريقة أخرى نفس الشيء تماماً نقوم برسم الدالة الأولى ورسم الدالة الثانية نقطة التقاطع هما هي عبارة فاصلة هذه التقاطع هي تصلح لأن تكون قيمة تقريبية لجزر المعادلة الذي نبحث عنه إذن استطعنا أن نعزل الجزور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته